مؤخرا كوز قلسة مع واحد صديقة ديالي وقتلي واحد الحاجة اللي دحكتني بسه هاد الحاجة عند علاقة بموضوع اليوم والحاجة اللي خلتني انا اني شاركة معكم هي بزاف منكم كيف يفكروا بنفس الطريقة ديال الصديقة ديالي قلتلي فاطمة انه ديما ميكس مع هاد الكلمات ديال الاسهم البورصة التداول والعملات الرقمية اللي يجي في البلد لي انه مجموعة ديال الناس قلسين في البيرويات لابسين كسيمة ديالهم احدهم بزاف ديال الجداول مبيانات اسهم طالعين اسهم اوادي وعندهم بزاف ديال فلوس قلتلي ارجوك في الفيديو باش مشي تستفد انتين بوحدك وانما يستفدوا هاد الناس كامني اللي كي شاهدوني ويعرفوا الحقيقة في الحقيقة الامر مغاير نهائي عن الحاجات اللي كنت خيلوهم في هاد المجال وانا ميك سمعو هاد الكلمات حيث انتين اللي كتفرج فيها دابات تقدر تشري اسهم والتداول بأي عملة رقمية بغيتي بواحدة مالة رخيص لعطيكم مثل تقدروا بتمنديل هاد السيلو هذا تبدأوا تشري اسهم ولا تبدأوا التداول وقبل ما تعمقوا في الموضوع ومبدأوا بقيتكم تعملوا لاك لهذا الفيديو وكذلك تجاوبوني على السؤال اليوم واش ديجا تداولتوا شي منصة او لا لا واذا كنتوا اه شحر ربحتوا منها هذه تقريبا واحد المدة ديال الشهرين تقريبا هيدك كنت بديت في واحد المنصة ديال التداول كنت بديت فيها بواحد المبلغ مالي وفي خلال هاد المدة هذي اللي دوست بدك المنصة صراحة قديرت تنحقق منا واحد الارباح اللي محترمة واللي كان محفزني بزاف انا ان نكمل في هاد المنصة ونشاركه معاكم هي عندها تطبيق يعني في الهاتف ديالكم تقدروا تدخلوا تطبيق دياله وتبدأوا الخدمة يا هذا كالأمر بسبالي لي السهل يعني نظرة اني ما كنش ديما قلصة وعندي وقت يعني كان قدر في الهاتف ديالي فيما كنت ان نجبت التلفون ديالي مثلا عندي وقت قلصة بشي بلاسة كاسسنة شي حاجة كنت اجبت التلفون ديالي وكام بدا الخدمة واحد الحاجة اللي مهمة بزاف ان قول الكو كبالما بدأوا تطبيق وكتشوف هذه القضية عن الناس اكترية المبتدئين وكي الناس كانوا تكتبوها في تعاليك ولا كشوفها في بلايس اخرين ولا في ميساج ديال انستغرام هو الناس ديما كتفتش خصوصا هذه بالنسبة الناس المبتدئين كيف تشوك يقولوا كان نجبر شي سير ولا شي استراتيجية لتخليني انا ندخل فلوس كثر من هاد التداول صراحة ما كان شي سير ولا شي استراتيجية محددة للناس كتبعوها باش كيزيدوا الارباح ديرهم في التداول لكن الحاجة الوحيدة اللي اقول لكم وكان اقول لكم دائما وانا اقول لكم هي باش تبدو هاد المجال ضروري تقرأوا عليه ماشي فقط دخول تحط فلوسك وتبدأ الداول حيث هذا يتم في تلك الساعة قمر حيث انت كتحط فلوسك وكتقمر وما عارش واش ترباح ولا لا وانما ضروري تقرأوا لهاد المجال وتعرفوا السوق عاد تبدو فيه ودبا انتقلم عبطنا الشاشة ديالحاسوب باش اشرح لكم كل شي بتطبيق وكيما اقول لكم دائما انا فقط كنشرح في الحاسوب ديالي باش يبالكم بكل شواضح وانما هاد الموقع عرى عنده تطبيق اللي ستقدروا تخدموه بالهاتف ديالكم المهم اول حاجة ابدو بها هي كيفاش نتجلو فصراحة الجيل ديال اشتراك سهل بحال دي مارع دي ما كان وريكم كيفاش تجلو في اي موقع كتحتاجوا الاسم ديالكم الاسم العائلي ايميل وكذلك هنا تحتاجوا الرقم ديال هاتف بعد ديالك كتجلو دابا افتاح الحساب ديالي اول حاجة كما كتشفو فوقي عندي قيمة المحفظة مائتين وخمس واربعين دولار هادو الفلوس ديالي وكذلك الهام مش الحور ديال الفلوس ديالي والراصيد نفس الشي عندي مائتين وخمس واربعين دولار ولوما ان شاء الله نجرى معاكم كل شي بتفاصيل بالاتبات واتشفو كل شي معايا المهم امدوب اول حاجة اول حاجة فيك نشوفو فاطيمة شان هنا هادي الحالة ديال الحساب الملف التعريف ديال التداول واذا بغيت تحمل المساندات يعني هذا فقط خاص بالحساب ديركم هنا فاين البلاسة المهمة كامشين الساندات وكيما اشتوا ان الموقع هذا رهب العربية يعني الامر يكون سهل لكم بالنسبة الناس اللي ما عندهمش اللغة فالساندات هنا اول حاجة كيبلك يعني هادو العملات الرقمية اذا بغيت تداول فيهم را كيبلك واش تشري ولا تبيع واش حادي الناس شراء واش حادي الناس باعو هنا تحيت في كين منصة ديال تداول ها انا نكبر لكم هنا في كين كتختار اول حاجة ديس بلاي اذا كنا فيها هنا فينا تختار واش تداول بالشموع ولا يعني يعني ديك كتكون في حال الخطاظة تطلعين يعني هنا يا او ما هكا انا صراحة ديما كفضل انا ننتداول بالشموع لي هكا نخلي كاندل فا اول حاجة نشوفو وفوقي هنا رسوم البيانية وهي هادي في كين كان الدولو هنا المعلومات يعني حاجة رائعة انه مثلا العملة رقمية انا بغيت ان الدول في هادي يعني كنتيني معلومات عليها هنا تريدين سنتر سنتران بعضا هنا كما كتشوفو يعني كنتكو محل المعلومات كافية هنا الدول الاقتصادي كذلك كما كتشوفو كل شي واضح بينكم انا نرجع البيان الرسم البياني فين كي بكلين تداول هنا كي ممكن لك انك كده بغيتي تضيف شي حاجة لي تعاونك فانات كي مثلا في هاد اللولا كي ما كتشوفو دابا عندي بحل ميبيان تاحيت لي كي عاوني كشوف واش نشريه ولا نبيع هذا كي ساعدكم بزاف على ان كوم الدولو حسن فقط تخليوا ذاك الرسم البياني مشيو هاد جيه اخرى هنا فين كشوفو واش نديرو الصفقة ديال البيع ولا ديال الشراء وانتا حيت كنحددو اشحال تابع اللي بغينا ان بدوو بها هاد الصفقة ديالنا وهنا اذا بغيتك تعمل كيمكن لك هنا ايقاف الخسارات الجني الارباح وكذلك امر حد ماشي نكملكم الحاجات اللي باقين هنا المحفظة الاستثمارية يبدأ التداول فقط اذا عمد ابدأ التداول كيدخلون من هاد جهة باش كنبدأ نعمل شي صفقة باش كطلع لي تمام هنا تاريخ المعاملات يعني اي اي صفقة عملتها ولا كل شيء كي بلك هنا فقط اذا اخترت الشهر والمعاملات يعني اعمل كل المعاملات ولا نحدد باش كطلعو اللي دي جادرتو هنا حساب المستخدم حالة الحساب بحال الاول وهنا انتحد ريفلر اللي كده بغيتو تردو الاصدقاء اللي كومتا هما يبدأوا يخدموا في هاد الموقع بويب انا نرجع للفوق الساندات ونوريكم كيفاش نقدر نفتح صفقة فانجين هنا انا نكبر هاد البلاسة هادي فان هنا كان الشموع فانجي هنا هاد شي ها نختار مثلا ثامن كيمكن لك هنا تزيد راشتي حتى 8000 دولار كيمكن لك مدى بها الصفقة انا نعمل مثلا اقل حاجة 34 دولار كيمكن لي زيد هنا ولا هنا عاوست هنا كيمكن لك تحكم بها أقل حاجة اقل حاجة اقل حاجة كيمكن لي تحدد الدقائق اللي بعيد تكون عليهم الصفقة مثلا انا نعمل دقيقة واحده باش نجري معكم انا فقط نجري معكم نوريكم دابا انا نعمل مثلا شراء تم نجاح فتح الصفقة كما تشوف فوق دابا عندي عندي هنا ربح وخسارة ناقص ربعة ومهم كل مرة تبدل العدد وكيمكن لي نوقف الصفقة امتى ما بغيت والجهة اخرى الهامش المستخدم شحال استخدمت ديال الفلوس 34 دولار كيف يبلكون معلومات كامية هنا اذا جيت تاريخ المعاملات بعد المحفظات الاستثمارية تلاحظوا هنا فين عملت الصفقة ديالي اذا جيتن هذا القلم يبلي كل شيء يمكن لي زيد ويمكن لي اغلاق الصفحة واذا مثلا بدلت شيء في هذه الصفقة ديالي كنعمل حفظ صغيرات يعني الامر سهل وهنا فوقيره كيف يبلك انت رباح او خاسر وكتسنى حتى تنتهي الصفقة ديالك يعني كل شواضح ودابا نقوز معاكم باش نوريكم كيفاش نحط الفلوس وكذلك كيفاش قدرون نسحبو الفلوس ديالنا فكم شوفين كين الصورة ديالنا اتجبرون تحت ايدا في صفر اتسكيو فيها هنا كذلك الحاجات اللي كنا ندعو بهم الفلوس كالبطاقة المصرفية والبطاقة ديال البنك فيزا مستركات كينسكريل وكل اشياء الاخرى اللي كتبان هنا فقط متى اذا بقت نحط انا بالفيزا كنحط هنا رقم اللي كتبان في فيزا ومالوالا ديك ربعشي الرقم موراها التاريخ موراها ديك الرقم اخر اللي كتبان عندكم وكتختار هنا واش فيزا ولا ماستر كارد بعد ذلك هنا كتمل المنتون اللي بغيتي يجب ان تكون قيمة اكبر من خمسين دولار يعني ما قدروش نحطو تحت خمسين دولار ما سيدعمتي خمسين دولار كتسعمر معلومات ديالك كاملة ومبعد ذلك بكتعمر معلومات كتبان هنا باش كيكتعو لك الفلوس واذا كنا بغيين نديروا مثلا السحب كنرجو حسين صورة اجمرو هنا السحب الاموال هنا في السحب الاموال كان عملو هذا هو المبلغ اللي عندي دابا وكان حتى هنا المبلغ اللي بغيت نسحبه مثلا نعمل خمسين دولار فكان عمل تأكيد انتكي هنا في تأكيد تم تقديم طلاب السحب بمبلغ خمسين دولار معارف الطلاب اعطوهولي حيث انا ديجا رح حتى كل شي هنا ديالي فكيمكن لك السحب فهم يوافقوا على الطلاب وتسحب الاموال طريقة كانت سهلة ووضحة معلكم سيوا تقرأوا في هذا المجال باش تبدو تطبيق اتمنى تقرأوا السبت وما الفيديو لا تسرجوا انكم تخليوا لي لايك وكذلك تجاوبوني على السؤال اليوم واذا كنتوا قاعدة حربي حتمنا ونشوفكم في فيديو جاي تهلا فراسكو وبسلامة